جرائمهم التي ارتكبت ضد الأحياء امتدت تشمل الأموات الميليشيات التي عاثت في العراق فسادا بعد أن أزهقت الأرواح وشردت الأبرياء توجهت إلى المقابر مقتفية آثار السياسيين بمحاولات إعادة التدوير باسم العمل الإنساني قبل أن تتبين الحقيقة وتتكشف الفضيحة التي رافقت عمليات دفن جثامين متوفين بكورونا دون تكفين أو تغسيل جثث دفنت على وجهها وأخرى اختفت ولم يوجد لها أثر كل ذلك مقابل ثمانية ملايين دينار للقبر الواحد عشرات الجثث تم استخراجها إثر صدور قرار حكومي يسمح بذلك بعد أن منعت السلطات على مدى أشهر دفن موتى وباء كورونا في المقابر المعروفة وبدلا من ذلك إنشأت مقبرة كورونا في منطقة صحراوية بالنجف لتستقبل خلال الأشهر الماضية متوفين من مختلف مناطق العراق ويعد العراق أحد أكثر بلدان الشرق الأوسط تضرران بوباء كورونا الذي أصاب أكثر من مائتين وثمانين ألف شخص وأدى لوفاة حوالي ثمانية ألاف آخرين حتى الآن وفقا لبيانات الرسمية رغم ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية مؤخرا انخفاض احتمال انتقال العدوى عند التعامل معرفات المتوفين جراء هذا المرض وهما أدى إلى تزايد مطالب الأهالي للسماح بنقل جثامين ذويهم من مقبرة كورونا ليكشف هذا القرار عن عمليات الدفن العشوائية التي جرت في المقبرة لأن أول مرة منطقة بعيدة واثنين دفنها ما أصروا بالطريقة الشرعية التي تقول يعني حافر كان شافل أو بوكلي يعني أكو نص متر أكو أقل أكو أكثر لم تحصر بعض العائلات إلا على تابوت فارغ داخل قبر يحمل اسم أحد أقاربها أو تفاجأوا بجثمان شاب داخل قبر يفترض أن والدتهم المسنة ترقد فيه وغيرها من الممارسات اللا إنسانية التي أثارت غضب الأهالي تجاه الميليشيات التي تولت دفن ضحايا الوباء فلم تكتفي بالضطهاد العراقيين وهم أحياء فآذتهم حتى وهم أموات وعادت لوعة ذويهم وكأنها قتلتهم مرة أخرى